بسم الله، السلام عليكم شباب، معكم مفدول من جيميكتوني، موجود لكم اليوم فيديو ورح أتكلم فيه على السلحة المثالية للأخ العزيز ايتو فري تو بلاي، المعلومية الفيديو هذا جزء كبير وإنه مسجل وخالص قبل أسبوعين تقريباً وفي وسط حد البثوث الجو بتشوفون بإذن الله في الفيديو هذا الفرق بين السلح هذا، سلح هذا، سلح هذا، سلح هذا، سلح هذا، والسلحة الثلاثة هذه كلها، مع العلم السلح هنا، سلح سلح واحد، والدامج رح يزاد أكثر في السلح هذا، ومازال الدمجة بتشوفون أنتم بإذن الله، كالعادة قبل بردد معاني قورو، سبسكرايب، لايك، كومين، شاير، في فيديو هني منزل اليوم في الزحمة قفويز بمناسبة البنر الجاي، وكثير من الناس رح تكون عندهم فرصة يجبوا كاركتر منين، ولا فلعها، في الفيديو يبنزل اليوم في الليل، بإذن الله، علموه، هلنبدأ سلح لحقاً سلح لحقاً سلح لحقاً أهلاً. هل هذا؟ هل تنجزه؟ جميعاً. سحباً، سحباً، سحباً. سحباً، سحباً. سلاح 5 ستار الثاني يُطلق الثمانيع تباً؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 30 ألف 30 ألف 30 ألف 30 ألف ضربة خيرة 60 ألف جبنا استاكات حقتك كلها ونركب سلاح الحداد اللي فيه زحمة دفاع هنا أتاك ودفاع يجيك مع كل ضربة تضربها سواء نورمال أتاك ولا تشارج أتاك ويتزاد الدفاع حقك 12 رب بالمية لكل استاك وحدك تجمع أربعة يعني راح يصير عندك الأتاك الإضافي 48 بالمية والدفاع إضافي 48 بالمية اللي نبين سويه نفعل استاكات الأربعة قبل شغل الألتمت حقتنا ونحافظ عليها بعد الألتمت ملحافظ عليهاř تحمي بودع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عندما تنفر يوم جربناهم جربناهم بالاستاكات الكاملة حقة الست او الارتفاكت ست اللي هو هسكوف اوبيلن دريمز اللي العادي اذا ضرب ضربة جي ولا كانت شخصية في الاحتياط تزداد استاكات حقتها من واحد الى اثنين الى ثلاثة الى اربعة واذا يزد الدفاع والجي دامج ليش المعلومة هذه مهمة مفروض احنا نوصل لفل الاربعة قبل ان نسوي الالتمت لان كل الدفاع اللي ضافة اللي خذتها رح يتحول الى ايتاك الى ايتاك الى اتاك ويزداد الدامج حقك اكثر واكثر واكثر وورديكم نقطة هذه لان احنا كنا مركزين بشكل كبير نحافظ على العلامات ولا البفات حقة البلاكلف سحبت بشكل غير طبيعي على استاكات حقة الارتفاكتات ولو تلاحظون لما نسوي الالتمت حقتنا الكاملة كل مرة نضرب قاعد يزاد الساك يزاد من اثنين الى ثلاثة الى اربعة معناها يوم جربنا الدامج حقنا الكمبو ما كان عندي الاربعة السكات والدامج حق بلاكلف مفروضا يكون اعلى لاحظوا الرقم ضربناها ضربة صار رقم اثنين ثلاثة اربعة السكات كانت في واحد في احسن احوالها فالدمج رح يكون اعلى من الرقم اللي موجود هنا فجيد قلت انا يوم باستوعبت الغلطات قلت اوكي سهلا يمديدي اروح الان اروح اجرب الدامج حق امرضاني واحط لكم معدل باستثناء ان الفيديو كان جايب لكم دامج حق اي تو سي زيرو واحنا الان عدينا فول كنستليشن اي تو وذا يغير الدامج بشكل كبير فحطوا في بارك الدامج اللي شفناه في الفيديو هذا العادة مو باعلى دامج ولا مو بالدامج الحقيقي حق البلاكلف رح يكون اعلى بشوي بالفين الف وشوي الفين ضربة شارجة تاك الواحدة وشان كده حتى ضربة التيس صغير بقارة ثوريته بتسميه لهذا كان اقل من غيره مع ان الدامج حق الضربة الثانية كانت اعلى لان ما فعلنا البف الكامل فما عطينا حد لاتاك الاعلى يعني للمعلومية الدامج حقه مو برض اكون اعلى من كده بس دبي اس مازال حق سيربنت سواين راح يكون على كنت متعمد 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 اوريكم الدامج حقه في سي زيرو وبقورو سي زيرو مع الاسلحة هذه ومتعمد كذلك اوريكم اسلحة الفايف ستار ار فايف مع ان اغلبية الناس ما رح يمديهم اجبونه بس ليش وريتكم اياهم عشان اوريكم الدامج حق اسلحة الاخوان العزاء الفور ستار كون ينفسونهم ويغطون اسلحة الفايف ستار في ار فايف فما بالك اذا عندك ار ون ولا تول الاشياء اللي بينهم بالراحة بتكون افضل الفكرة من الفيديو هذا يوري غالبية الناس السقف حق الاسلحة شي اللي يمكن يسوي وشي مفروض يتوقعون انا فاللي خذنا من الفيديو هذا كله اذا عندك السلاح الرسمي حقه ركبه من افضل اسلحة لا بدون جدال ولا نقاش اذا عندك ار ون ولا تو ولا ثري ولا فور ولا فايف تبدأ في الارقام ما عندك ذولي وولف غريبستون وان فورج اللي ما جربنا بس الواقع الدامج حقه يكون بين الاثنين بالضبط يعني تسع عشر تاك تسع عشرين ولكم تسع عشرين الف وستمية عندك الضربة حقه للشارج تاك الاخيرة ستين الف ضربة الامنترسكر حقه خمسة ثومانين الف تقريبا لانه يكون في النص بين الاثنين ذول اثنين هم يعتبروا الصحة ممتازة للكاركترات الثانية السحة جدا متواضعة لأيتو بطلع لك ارقام محليوة بس عمر هبت نفس الارقام اللي اطلع لك اياها سحة الفور ستار اجين فيكون عندك الافضل هي انك تحافظ على سحة فور ستار لا وتعطينا السحة هذه اللي فعلا تكون قوية بس الكاركترات الثانية اكثر من ما هي لأيتو فتبت تخليهم للكاركترات الثانية سكاي وورد برايد نظامه جدا جدا غريب وكثير من الناس يعتبرون احسن سلاح لأيتو وانا اريز اعدي للشي لانهم يشرحون ليش يعتبر احسن سلاح ويحطوا الرقم عالي وما يدرون ان اغلبية الناس يشفون الرقم ويمشون بالنصيحة بدون ما يعرفون الرقم اشتون طالع تقريبا الفكرة من السلاحة بشكل رئيسي انه يعطيك كمية كبيرة من الانرجي ري تشارج واللي العادة تسهل عليك تعبي الالتومات حقتك اذا عندك نقص في الانرجي ري تشارج حقك ولا تعبيه الالتومات اغلبية الفرق اللي يستخدمون ايتو العادة تكون فرق جيو فيها انتاجية عالية للانرجي بارتوكولز ولا الشضايا الجيو فمفروضا الالتومات حقتك شغالة كل مرتين تسوي الروتياشن معناها لما تسوي الالتومات حقتك ما تبتتسويها اطول مرة ثانية لانك كانت مراحل مديك تفعل بفات اللي تزيد دماج حقه تبتتسوي الالتومات حقته تروح لشخصياته الثلاثة اللي عندك في الفريق تسوي اربغاتهم كلهم الالتومات اللي لو وجده وترجع مرة ثانية وللعادة هذا يعتبر الروتياشن كامل بالبفات بأعلى مستوى من الفايدة لأيتو وللفريق والعادة إذا يخلي قلة وهمية الانرجي تشارج أقل إذا فريقك قائمة بشغرة من أستيحة مثالية مختلفة من بفات مختلفة من أشياء مختلفة الدماج الإضافي اللي يطلع لك هي السلاح واللي عبارة عن شرايح اللي موجودة تحت واللي موجودة هنا يطلب يكون عندك رفايمنتس عالي شان يطلع لك الرقام هذي العادة في رفايمنتس أقل يعطيك نصر رقم ذا بس خلنا نقول يعطيك ثمانية ثمانية من الف دماج إضافي على الكمبو حقك ذا رقم عالي يغلي كثير من الناس الواقع أن ضربة التشارجة هكا الوحدة اللي تضرب من خمسة إلى عشرة فسط الألتيمت أقل كل واحدة منهم بقربة خمسة آف من الأسحة الثانية الفورستار غير أن ضربة التشارجة الأخيرة اللي تكون أقل بعشرة آف غير ضربة اللي تكون أقل من خمسة آف إلى عشرة آف تكريبا ذولي كلهم بالراحة يتغطون بالدماج إضافي هذا بالراحة بالراحة يغطي مع العلم السلاح اللي عندنا أر فايف وغلبية الناس مرح يجبونه فلما نلعب في أر ون الشرائح اللي يطيقهم رح تضرب 11 ألف وستمئة رح تضرب خمسة آلاف وستمئة ذا رقم أقل بكثير ويخليها أضعف وضعف بالمقراراتنا بالأسحة الثانية للمعلومية الناس يحطون الرقم عالي بدون ما يشرحون تفاصيله وليش يعتبر هذا الدي بي اس عالي وذا يضرم أشياء واجد ثاني قاعد يتصيره في نفس الواقع من جهة السلاحة الفورستار أعلى دي بي اس عندنا فاللي يعتبر أعلى والأفضل السلاح له بعد السلاح الرسمي سربنت سباين المشكلة الار فايف يطلب انك تلعب سبع شرونص عشان تمر على خمسة بات الباس وكل بات الباس تأخذ دسخة من السلاح هذا ومعناها ما يهم من تويل ولا لا لازم تستنى سبع شرونص واحد اثنين تحرم نفسك منك السلاح ثاني في البات الباس خلال السبع شرونص هذي عشان يكون السلاح ريفاين منت ار فايف وأعلى مستوى قوة السلاح ذا حلو ممتاز يتضارب مع الارتفاكت حقته أحيانا عشان الارتفاكت يتطلب انك تكون في الاحتياط ولا تدخل من شغل الالت متجاهزة وذي تطلب انك تكون موجود في أرض المعركة عشرين ثانية عشان تفاعل للباف الأخير يتضربهم مع بعض ويبيلك تلعب حولهم طريقة معين عشان تفاعلهم اثنينهم بالطريقة المثالية اخر حاجة رح يزيد الدمج اللي يجيك لما يتفعل بسف الى اخر مستوى ف ار ون يكون خمسة عشر بالمية دمج اضافي يجيك ف ار فايف عشر بالمية دمج اضافي ذي يخليك تلك الضرب اكثر حتى لو عندك شيلد رح يتكسر بشكل اسرع انه اريدي لشغل اوتوم تزيد الدمج اللي يجيه مو معناها سلح سيء بس حط دولي في عين الاعتبار وانت قاعد اتجرب لسلحة هذي بلاكليف من السلحة الممتازة اللي اطلال لك الرقم حليا ويعتبر احد السلحة اللي فري تو بلاي لانه يمجيك تجيبه بكل ثقة كل شهرين يرجع لك ثلاث نسخ منه في الماتجر مدام كنت تسوي سمونات رح يجيك تضايا خشهم جيب لك السلح ذا وراح يكون اضافة حلوة ممتازة لك ذا يساعدك تعدل اوهو بسلاح لبات الباس يعطونك كرد شانس وكرد دمج واللي عدل وزنية حقت الستاتس حقيينك بشكل عام اذا كان عندك استاتس ممتازة ذا يكون احد السلحة المثالية بالنسبة لك لانه يعطيك كمية كبيرة جدا 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 من الدفاع وهو يتغذم الدفاع بشكل كبير بشكل كبير جدا تغذم الدفاع كذا رقم عالي جدا لازم تضرب ضربات اوتوتاك قبل اتفعل الالتومت تحقيتك خلاصة الفيديو هذا كله اذا عندك السلاح الرسمي ركبة بد عندك مشاكل ما عندك سلاح رسمي السلحة الفورستار تبدع بتاقر طبيعي من الافضل للي بعد اللي بعد وكلهم يعتبر ممتازين اذا عندك مشكلة كبيرة في الانرجي للتشارج تعاني تعاني عشان تعبي الالتومت قد يكون سكاورت برايد احد السلحة المثالية علما علما ان يطلب ار فايف عشان يبدأ ينافس السلحة الفورستار في الار فايف حقهم بس لك ما زال بيكون حليه ولاني بسرع تعبي الالتومت حقتك اذا هذه عقبة انت ممقادر تحلها عن طريق الفريق ولا سلاحة الفريق الثانين ولا انتاجية ولا شون توزع الشضايا وتسلمهم له يعني اما تضرب ضربات شخصياتك الثانين تدخل بايتو وتجمع الشضايا عشان تعبي الالتومت حقتها سريع سريع الفكرة من الفيديو هذا اللي الناس يقولول عبد الحمان انا عندي سي زيرو وبيعرف الدمج حقي ولا السلحة المثالية بالنسبة لي تعمد توريكم انت كفري تو بلاي لو جي منسخة واحدة من ايتو وتلفل تنتهات حقتك لليفل تسعة عشرة شد دمج يمنفروض تتوقعه وذا اللي موجود قدامكم عليمين الارقام هذي كلها ارقام حق سي زيرو ايتو بالمجهود الكبير بالتدعي الكبير انت اتظهيها ويعتبر من الكاركتراتي الممتازة جدا 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 لليفري تو بلاي لان اسلحته تشكيلتها اغربيتها بفورسار ويمديك تجيبهم من الحداد ولا من المتجر او السبورت حقه هي تجيب نفس البانر والسلحة اللي طلبه كذلك بسيط جدا وعندك نسخة واحدة مضمون من القصة اعطونكية وكذلك يعطيك شضايا ذي تزيد تعبيت اللي قلتم تحقتك بشكل اسل واسل 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 حطيت نول كذلك لان الناس مو بالكل عنده جونجلي معنا جونجلي افضل بكثير بس حطيت نول للناس اللي يقابون يقول لعبد الحمال ما عندي القدرة تجيب جونجلي هل بيصطح الكمبو بنول ولا لا ولا بشخصية ثانية فيعني حاولت قد ما اقدر وريكم نسخة الفري تو بلاي شلي تتخيلونه والدمج اللي طلح فان شاء الله بفاديكم فيديو هذا اذا اعجبكم فيديو هذا سبسكرايب لايك كومنتي تحت من ربعك عند استوشارات بمبعرفة اب المنية بيجرب دمج الاسلحة والفرق بينهم سوي ليشير تساعد وتساعدني ورجع لك الخير اضعاف مضاعفة عندنا بث اليوم في الليل ساعة ثمانية للساعة عشر العدل سوي اسبوعيا بس اثنان الخمسة والجمعة حياكم بعد قلبي نشوفكم اليوم شوكم مرة الجاية وفيديو الجاية عندي فيديو السحب حق السلاح من وصلين ار فايف جاي بإذن الله اوكي باي اشتركوا في القناة